أني ألزوار قبر أبي عبد الله الذي خصهم الإمام بالدعاء في نص الرواية عن معاوية ابن وهب البجل الكوفي يقول دخلت على الإمام الصادق عليه السلام وهو في حالة عبادة يصلي فجلست إلى جنبه إلى أن انفتل من صلاته وهو ساجداً لله عز وجل وهو باكياً متهجداً متضرعاً إلى الله وهو يقول يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقيه وجعل أفئذة من الناس تهوي إلينا يعني إلى محبتنا إلى أن قال اللهم اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين اللهم ارحم تلك الأويه التي غيرتها حرارة الشمس اللهم ارحم تلك الخذود التي تتقلب على تراب قبر أبي عبد الله من مضمون هذا الدعاء الطويل نحن جمنا شاهد ما يخص كرامة ومكانة زوار قبر أبي عبد الله أن الإمام الصادق عليه السلام يتضرع إلى الله ساجدا ويخصهم بالدعاء عظيم لو مو عظيم خصوصية لو لا كرامة إلا الإمام بيسجد إلى الله عز وجل متضرعا مجتهدا في الدعاء لكي يدعو لك يا زائر قبر أبي عبد الله طبعا زائر قبر أبي عبد الله فقط الله في كربل ترى احنا بعد إذا نتوجه إذا نتوجه بالدعاء وبالزيارة إلى قبر أبي عبد الله الحسين ننال هذا الدعاء ننال كرامة هذا الدعاء مو أنا أقول سدير يلتفت إليه الإمام سلام الله عليه سدير أحد أصحاب الإمام الصادق يجل أتزور الإمام تزور الإمام الحسين في كل يوم قال لا سيدي يل في كل جمعة يعني كل أسبوع قال لا سيدي وهو خجل أبطأ في الرد وهو خجل قال إن هذا جفا لقد جفوتم الإمام الحسين يخاطبه سدير بس ويخاطبنا احنا بعد احنا موالين انا أقول لكم اخواني شباب بالأخص الشباب احنا فقدنا آثار لزيارة الإمام الحسين كبيرة اسألوا أبوتكم أمهاتكم لا ينفتلون من صلاتهم في المنازل أو في المساجد إلا ويتوجهوا لزيارة الحسين تذكرون له لا هذا شفنا هذا التراث عظيم هذه آذاب عظيمة هذه تعقيب عظيم يتوجه بالزيارة المقصورة المقتصرة إلى قبر أبي عبد الله الحسين صحيح له لا ثم يذهب في بركات الله لكن أعمارهم مش كده كانت ورزقهم شيرون كان واسع صحيح له لا أكو أمراض سمعتوني بها في السابق ماكو أكو أحد ما ينجيب أولاد ليش هذا مو إحنا هذا من خلال ما ورد في الروايات عن الأئمة الأطهار عليهم السلام وهذا ما حث فيه المراجع على الإتيان بزيارة الحسين في كل أسبوع ولم يكن إلا مرة في الأسبوع ليش لأن يقولون بركات زيارة الإمام الحسين تعمل حي كله مو أنا بس كفر زاير أولادي ومالي وأهلي وعائلتي وزوجتي أم وذني لا كل ما يتصل بي تأتيه البركة كله بفضل زيارة الحسين هذا وأنا في مكاني أنا في داري أنا في بيتي يلتفت الإمام الحسين قال لأ إن هذا جفاء قال لأ سيدي بعد الطريق وعظم المشقة ما نقدر قال لأ يا سذير أتستطيعون إلى ذلك من سبيل لا تقول ما تقدر اصعد على سطح ذارك وانظر إلى السماء ثم توجه إلى ناحية قبر أبي عبد الله وقل السلام عليك يا أبا عبد الله هذا إحنا يعني إحنا إحنا يللي ما ما نقول ما وفقنا إلى الزيارة إن شاء الله موفقين لأن زيارة الحسين في كل مكان في كل وقت ومن أحب عمل قوم أشرك فيه كلكم وقلوبكم في كربلا ماكو شك صحيح له لا كمحبين ومواليين كلنا قلوبنا ويزوار صحيح له لا وشي ترتب على وصية الإمام الصادق عليه السلام إلى سذير ما نصعد على سطح دارنا لا في دارنا نجيب المستحب والغس ونتوجه بالزيارة السلام عليك يا أبا عبد الله عشان النال كرامة من دعاء الإمام الصادق عليه السلام يلتفت معاوية بن واهب يقول لسيدي إن هذا الدعاء عظيم الدعاء اللي جاب الإمام الصادق عظيم طويل لو أن رجل لا يعرف الله عز وجل يعني ما يعبد الله وناله هذا الدعاء وبركات هذا الدعاء لا تمس النار جسده إلا ما يعرف الله فما بالك بزوار الحسين اسمع شي يقول للإمام الصادق عليه السلام يقول له يا معاوية أتعلم أن من يدعو لهم في السماء أعظم من يدعو أو أكثر من من يدعو لهم في الآرض يعني هذا اللي في السماء الملائكة ثم يقول يا معاوية أتعلم أن الله وكل ألفين من الملائكة وفي رواية أخرى ألف ألف من الملائكة يبكون عند قبر أبي عبد الله ويدعون لزوار الحسين ثم يقول له أتريد أن تزور الحسين وتصافح الرسول وتقبل على الله عز وجل ولا ذنب عليك شوف التعظم هذا إذا تروح تفتح في فضل زيارة الإمام الحسين أكثر من ثمانية وثلاثين رواية مختلفة المنطق والقول والمعنى للإمام الصادق عليه السلام في فضل زيارة من؟ الحسين إذا تشوفون جابر مثل المجنون المحب جنون الحب يطلع ماشي القدمين على اختلاف الروايات إن كان كفيف في البصر وإن كان لا يرى جابر لكن شلون طلع جابر من المدينة إلى كربلا والوضع خطير وش اللي جاب جابر مو الحب وعظم مقام الإمام الحسين لو لا لها معنى أخر تعال بعد شوف جابر شلون علمنا آذاب الزيارة ترى جابر صحابي جليل ممن رأى الرسول صلى الله عليه وآله شلون تعال شوف لما نوصل إلى أرض كربلا وطأت قدماه مشاحات القدمين ولا يرفع قدم ولا يضع أخرى إلا ويدكر الله مو يضحك ويبتسم لا آذاب إلى الزيارة يسرع عبا الغلام يقول له على مالك أتعلم أننا نمشي على أجنحة الملائكة ثم الطيب جابر واغتسل جابر يقول له عطي العوفي أتأتي بذلك يعني تغتسل وتطيب وتلبس الجديد من الزيارة قال كيف لا وإني سأقدم على سلطان سلطان الدنيا والآخرة فأول زائر إلى قبر الحسين هو جابر ابن عبد الله الأنصاري هنا البعض من أرباب المقاتل والروايات يقولون تزامن مع زيارة نساء الحسين زين العابرين إلى يوم اليوم اليوم أكو جملة من المحققين من الفضلاء قالوا نعم أن تزامن زيارة جابر مع زيارة الحسين ركب الحسين من خلال البحث والتحقيق خب بعد ما زينب قطعتها الأيام المريرة في الشام نعرج على زينب وماذا ها زينب في الشام لما أدخلت بأبي وأمي مسبيه الشمات على زينب وهذون اللي يتعرضون إلى زينب بالشد تعال شوف حال زينب شلون كان حال زينب في الرواية أنهم مقيدين بالسلاسل والأغلال ومصيبة وأوقفوهم عند باب الساعات للفرجة وللنظر هدف عنده بعد هذا الرجل أن يجعل زينب حرضه ويوك الشمات هذا ينظر إلى زينب ويتشمت على زينب على أنها خارجية وكل من لبس جديد الملابس صغير وكبير يقولون أكو طفل من أولاد بني هاشيم أم عقيلية هاشمية طلع الولد لم يعلم بالخبر يتون في القرائن يتون في القرائن اللوية لمن سنة كلهم من زينين ولابسين الزينة يا الولد إلى أمة أمة ونثياب الجدود أريد ألبس جديد الملابس أكل كل من زين على أن خوارجي أبيهم إلى الجان ثم جعل يخاطب لهم شكرا